كنت أنا أتهيأ للقدوم إلى هذا الموكب لتوزيع الجوائز على من فازوا في حفظ القرآن الكريم كنت أنا قادم إلى هذا المكان تذكرت خطابه جعفر ابن أبي طالب أمام النجاشي ألقى خطاباً تاريخياً جليلاً مهيباً قال أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحشة ونأتع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف في الجاهلية وللأسف ما زالت مظاهر بعض الجاهلية في أيامنا هذه فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعاناً إلى الله لنوحده ونعبده الله الواحد وهناك من الشرك ليس الشرك قريش قبله أن تفتح المكة ولكن هناك الشرك أيضاً بالأشخاص في بعض الأحيان الله طلب مننا التوحيد نوحده ولكن للأسف ونك من يوحد الله ويشرك به الحكام وتعرفونه التاريخ القديم والحديث فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحل وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان حجارة وأوثان كانت حجارة وأوثان في الكعبة ولكن هناك حجارة وأوثان في غير الكعبة ويعبدها من يتظهرون أحياناً بالورع والتقوى وأمرنا بصدق الحديث أمرنا بصدق الحديث فأين صدق الحديث من الذين يتحدثون ولا يصدقون ولا يخلصون حتى مع أنفسهم وأداء الأمانة والأمانة أمانات والمفرد الذي يفيد الجمع وسلة الرحم وخصن الجوار والكفة عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً